بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان نهاية دالة أسية رقم 16 قال جي دالة عددية معرفة على R يعني من نقص مانا إلى زائد مانا نهاية بالعبارة جي لإكس توسيونا إكس زائد واحد زائد أسية ناقص إكس أحسب النهاية عند النقص مانا نهاية وعند الزائد مانا نهاية إذن لننطلق على بركة الله لاحظوا جيدا هنا أبنائي سوف نقوم بجلب عبارة الدلاجي ها هي أمامكم وتابعوا معي نقطة بنقطة عندنا بعض النهايات سوف نتابعها لهي عندنا لاحظوا Limit أسية إكس لما الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية تساوي صفر وعندنا نهاية أخرى وهي Limit إكس قوى آن في أسية إكس لما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية تساوي لنا الصفر وعندنا النهاية الأخرى وهي Limit أسية إكس لما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية لاحظوا جيدا نقول هنا Limit الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية لهذه العبارة لو نعوض التعويض مباشر ممكن يحدث لنا إشكال تصبح هنا ناقص ما لا نهاية وهنا زائد ما لا لأن هنا أسية 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 أن ناقص ناقص ما لا صبح أسية الزائد ما لا والأخرى ناقص ملا لحدها مبتعي ما علينا إلا التفكير أبنائي في استخراج أسية ناقص X كعامل مشترك فتصبح لنا هكذا limit أسية ناقص X ثم ماذا يبقى لدينا؟ يبقى لنا X على أسية ناقص X زائد 1 على أسية ناقص X زائد ماذا؟ زائد 1 ولو تعيدونا النشر تجدونا الكلام حقيقي هذا في هذا يذهب الأسية مع الأسية تصبح لنا X وعندنا هذا مع هذا تذهب الأسية مع الأسية يبقى لنا 1 وهذا مع هذا يعود لنا أسية الناقص X لما X ما زال يقول إلى ناقص ما لا نهاية تابعوا جيدا هنا سوف يحدث نوع من التغيير نتابع جيدا لاحظوا هنا جيدا أبنائي سوف نأتي بهذه النية دائما نتركها تتبعنا لكي نصل إلى واحدة منها لاحظوا هنا أبنائي عندنا خاصية تعرفون أن مثلا إذا قلنا واحد على 10 قوى ناقص واحد هي تساوي لنا 10 قوى واحد كذلك هذه الأسية لو نأتي إليها ونكمل مسير فتصبح لنا تساوي limit أسية ناقص X في هذا لما ينقلب إلى هنا يصبح لنا X في أسية X زائد هذا لما ينتقل إلى أن يغير إشارة قوته زائد أسية X زائد واحد لما X يقول إلى الناقص ما لا نهاية لو نتابع جيدا هنا أبنائي أليس هذه نطبق عليها هذه النهاية فتصبح لنا كم؟ فتصبح لنا صفر هذه ذهبت إلى الصفر وأسية X لما X يقول إلى الناقص ما نهاية هي أمامكم كم؟ صفر يمكن هنا لإزالة حدام التعين كذلك يمكن أن نكمل مسير فتصبح لنا لو نأتي إلى بقية لنا هذه نقوم بحساب نهاية وحدة ثم نأتي بالجودة وهي limit أسية ناقص X لما X يقول إلى ناقص ما لا نهاية ما رأيكم أبنائي هنا ما هو الهدف من ذلك للوصول إلى أحد النهايات الشهيرة التي هنا تتبعونا مباشرة نضع ماذا؟ نضع T يساوي ناقص X لاحظوا جيدا T يساوي ناقص X إذا كان الـ X يقول إلى ناقص ما لا نهاية ها هو X يقول إلى ناقص ما لا نهاية عوضوا أتوا بهذه القيمة هنا وعوضوا في مكان الـ X أين يصبح T؟ تصبح ناقص ناقص ما معناه يصبح T يقول إلى زائد ما لا نهاية فتصبح هذه الكتابة ماذا؟ نصبح لنا limit أصية T لأن X هذا هذا عوض بماذا عوض؟ قلت أن ناقص X عوض بT يعني هنا نعوض بT كي تلاحظوا ذلك لما T الآن غير بعدما كان X يقول إلى ناقص يعني أصبح X يقول إلى زائد ما لا نهاية وأصية زائد ما لا نهاية ها هي نهايتها لهي زائد ما لا نهاية الآن تعالوا نطبق كل واحد على حدة كم وجدنا نهاية هذه؟ ها هي أمامكم لهي تصبح تسألنا زائد ما لا نهاية وبقي لنا هنا بالداخل ماذا؟ بقي لنا الواحد فقط يعني ما لا نهاية في واحد وهذا ما يعطينا إلا زائد ما لا نهاية فقط بهذه البساطة المطلقة فقط يعني قمنا باستخراج الأسية تناقص X كعوض مشترك ثم طبقنا الخواص لهذه التي تذكرت ثم بقيت لنا هذه كذلك قمنا بتبديل متغير فتحصلنا على النتيجة بأبسط طريقة اللي هي زائد ما لا نهاية الآن بعدما أكملنا مع الزائد ما لا نهاية أبنائي سوف نأتي عند أحد السنة سوف نأتي النهاية كذلك تصبح لنا هنا X يقول إلى زائد ما لا نهاية لهذه العبارة يمكن هنا إجراء كذلك تصبح لنا limit X زائد واحد زائد واحد على أسية X هذه طبقت عليها المقلوب يعني مثلما نقول عشر قوة ناقص واحد تسألنا واحد على عشر لم أفعل شيء أبنائي حتى الآن فتصبح لنا هكذا إذن أسية X لما X يقول إلى زائد ما لا نهاية لكن لو تلاحظون جيدا هنا أبنائي لهي limit واحد على أسية X لما X يقول إلى زائد ما لا نهاية كم تعطي لنا لو نلاحظ هنا جيدا وحتى نضع هنا تبديل متغير يجوز كذلك يصبح لنا لو ندقيق جيدا نقل نضع T يسألنا أسية X إذا كان X يقول إلى زائد ما لا نهاية آت بهذه القيمة إلى هنا تصبح لنا أسية زائد ما لا نهاية كم تصبح لنا زائد ما لا نهاية معناه يصبح T يقول إلى زائد ما لا نهاية فتصبح لأن أسية زائد ما لا نهاية زائد ما تحدثنا على ذلك تصبح لنا هنا limit واحد على T لما T يقول إلى زائد ما لا نهاية واحد على ما لا نهاية هو صفر إذا ماذا تنتج لنا يا أبنائي أعطت لنا هذه صفر أعوض الآن هنا فقط كم تعطي لكم الزائد ما لا نهاية وهو الجواب يا أبنائي بكل بساطة فقط ها قد استخرجنا النهايات بهذه الطريقة البسيطة فقط وفي الأخير أبنائي وبناتي أرجو أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية كي نكمل معكم المسير وزوروا صفحتنا للأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 وبركاته